جزاء سنمار كان سنمار مهندسا معماريا بالعا وحاذقا كلفه ذاس يوم النعمان بن منذر أن يبني له قصرا لا مثيل له أبدع سنمار في بنائه أيما إبداع فجعله تحفة فنية رائعة ولما انتهى من عمله قال للملك إن في هذا البناء مكان لحجر واحد إذا أزيل تداع القصر كله وسقط برمته أجابه الملك وهل يعرف بذلك أحد غيرك قال سنمار لا فأمر الملك بقتله فذهب مضربا للمثل بعمله هذا لذاء سنمار وصار يطلق المثل على كل من يقدم معروفا أو عملا جيدا ويلاقي الغدر ونكران الجميل بدر الشكر والجزاء الحسن إن أعجبك المحتوى الذي نقدمه لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لدعمنا وتشجيعنا على استمرار بإذن الله شكرا 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 شكرا